بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وحياكم الله مع موازين للشرع والحياة هذه قواعد رئيسية نزن بها الامور فنتعلم كيف نتصرف وكيف نتخذ المواقف وميزاننا اليوم اسمه ميزان الايثار وهو ضمن موازين سميته موازين العلاقات الايثار الايثار باختصار ان الانسان يؤثر الاخرين على نفسه ويؤثر امة على شخصه فهذه هي خلاصة امر الايثار ويؤثر اخيه على احتياجاته ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة وهو محتاج مع ذلك يعطي فلما سير ازمة في الامة ولا كارثة ولا كذا يعطي حتى كما يقولون من قوت يومه من اجل الايثار هذا قاعدة رئيسية قصة يذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى في حدثت في ايام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ابن حجر الامام العظيم يقول عن ابي رافع قال وجه عمر رضي الله عنه جيشا الى الروم وضمن الجيش كان في صحابي اسمه عبدالله بن حدافة رضي الله عنه في المواجهة بين المسلمين والروم اسر مجموعة من المسلمين من بينهم عبدالله بن حدافة فبدأ هذا كان والي من الولاء ما كان هراقل والي من ولاة الروم كان بدأ يعذب المسلمين ان يرجعوا عن دينهم رفضوا فحاول ان يكتشف اسراء المسلمين رفضوا فمسك قائدهم عبدالله بن حدافة كان قائد هذه المجموعة فبدأ يضغط عليه بكل انواع الضغط فبدأ معه بالضغط الجسدي شاف ما في فايدة بعدين بدأ يغريب الاموال والشهوات شاف ان ما في فايدة فوجد ان هؤلاء يعني المسلمين ما في فايدة يعني ما في طريقة ان يلينهم فعرض على ابي حدافة عبدالله بن حدافة فعرض عليه عرض قال قبل رأسي واعفو عنك بس قبل رأسي وانا اتركك قال والله ما اقبل رأسك حتى لو بقيت في السجن حتى لو قتلتني عزة كانت فقال هذا الرومي قال قبل رأسي واخلي عنك وعن كل الاسر اللي معك فقال عبدالله بن حدافة نعم في البداية لما كان بس نفسه لا تنسوا هو قائد ما تجوز للرخصة تجوز للرخصة لغيره انا قتلكم هذا القانون فهو احنا مطلوب ان ندفع الاذى عن انفسنا لكن القاعد الذي يقتدى به مفروض ميلين فهو لم يلن لكن الان جاءه عرض ان بس يقبل رأس هذا الرومي سيعفو عنه وعن كل الاسرة اللي ما كان مجموعة كبيرة يعني فقال نعم فقبل رأسه فخلى فعلا بينهم وفعلا سمح لهم ان يعودوا فعادوا فالان لما وصلوا المدينة هم مترددين متحرجين قائدهم قبل رأس كافر رومي فذهبوا واخبروا القصة لسيدنا عمر بن الخطاب هل هذا تصرف جائز فعمر فعل 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 عجيبة فقام من مكانه وقبل رأسه قبل رأسه عبدالله بن حدافة ثم قال لكل الحاضرين والله ما يقوم احد حتى يقبل رأسه فظلوا كلهم يقبلوا حتى قال يا امر المؤمنين يكفي حتى لا يذهب شعري فهذا ميزان من سيدنا عمر رضي الله عنه وروى ابن كثير رحمه الله عن يزيد قال كنت في القصر مع الحجاج وهو يعرض على الناس ليالي ابن الاشعث فجاء انس ابن مالك انس ابن مالك الصحابي الشهير فقال له الحجاج هي يا خبيث يكلم الصحابي ها هكذا كان حجاج جريع هي يا خبيث جوالهم في الفتن مر مع علي ومر مع ابن الزبير ما في فتنة ما اشتركت فيها ومر مع ابن الاشعث اما والذي نفس الحجاج بيده ابن الاشعث قام بثورة عظيمة فكان ايضا معه فكان من من اكبر العلماء فقال الحجاج قال اما والذي نفسي بيده لا استعصلنك كما استعصلن الصمغة كيف تقص الصمغة من الشجرة ولا اجردنك كما تجرد الضب كيف الضب ينزع من جلده فقال انس رضي الله عنه ايايا تعني يا امير يا ايو الامير تقصدني انا فقال الحجاج اياك اعني اصم الله سمعك يقول انس يقول الناس فاسترجع انس انه لله وانا يراجعون فلما انشغل الحجاج عنه خرج يقول فتبعناه الى الرحبة الى يعني صحن البيت حوش البيت فقال لولا اني ذكرت ولدي وفي رواية لولا اني ذكرت اولادي الصغار عند اولاد صغار وخفته عليهم يعني خفت ان ما يكتفي بايداعي وانما يؤذي حتى اهلي واولادي الصغار جبار ما باليت اي قتل اقتل ما يهمني ولكلمته بكلام في مقامي لا يستخفني بعده والله اقول لكلام ما يتجرى عليه بعده لكن لاحظوا الايثار اثرت ان احفظ اولادي لانهم صغار وضعاف فالايثار لاحظوا هو قدوة لكن في هذا الموقف لان اولاده سيهلكوا بعده ما في احد يقوم بهم حافظ عليهم والموقف لا يستحق ان الواحد يرد عليه فهذه بعض المعاني مراعاة ظروف مراعاة موقف ومراعاة ايثار فهذه من الموازين نفعنا الله وياكم بها ونلقاكم في لقاء قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة